بسم الله الرحمن الرحيم أصدقاء المتابعين في هذا الوقت المتأخر هل فعلا تم العفو عن مصطفى المموري وباقي زملاءه أو لا؟ في الحقيقة الآن هناك أخبار ترتشت كلام على السوشيال ميديا أنه تم العفو الرئاسي عنهم ولكن المصدر الوحيد اللي وصلنا له هو تغريدة لياسر اليماني ولكن في كل الأحوال هل سيتم اللي فرج عنهم هل هذا الشيء متوقع؟ هو بالتأكيد متوقع وهذا الكلام اللي أنا قلته في البدايات في أسبوع الاعتقالات أن ما كان على الشباب شيء سيتم إطلاق صراحهم وإن كان عليهم شيء فالدولة هتأخد شغلها وتثبته وتطلق صراحهم ورجعوا الفيديوهات الأولى هذا الكلام أنا قلته بالنص وأيضا متابعيني بعضهم لاحظوا أننا قبل خمسة أيام نشرت في المنتدى أنه هناك أخبار عن الإفراج أو العفو عن الإعلاميين المحكومة عليهم وبعدين لغيتها لأنه لسه ما كانت شودي أستبق الأحداث لكن عندنا أخبار أنه يحصل عفو مع العلم أنه هذا الشيء أصلا متوقع ليش؟ هذا الشيء كان واضح من يوم ما بثت اعترافات الشباب البعض نظروا لها بشكل خاطئ شافوا لها من الزاوية الخاطئة وقل لك أنه تمخض الجبل وولد فارانهوي هذه الاتهامات بينما كان واضح أنا أول ما شفت الاعترافات كنت متوقع أنه يتم العفو عنهم ليش؟ لأنها لم تكنوا اعترافات وإنما عطوا الشباب فرصة أنه ميطلعوا يعترف كل واحد بخطأه ويبرر كان واضح أنه هناك يعني تيسير للمواقف ولملمة للموضوع عطوا كل واحد مجال أن يوضح خطأه ويبرر ليش عمل هذا الخطأ ويعتدر عنه فهل فعلا تم العفو عنهم؟ احنا كنا متوقعين أنه في نصف رمضان أو قبل العيد بيومين يتم إطلاق صراحهم إن كان هذا الخبر حقيقي وهيتأكد خلال الساعات القادمة إن كان الخبر حقيقي وسيتم العفو عنهم فهذا الشيء جميل وطيب من حكومة صنعاء لتثبت أنه الموضوع ليس موضوع التحامل لغم أنه الشباب اعترفوا بأخطاءهم يعني وقالوا احنا كنا مخطئين في هذه الجوانب ولكن أن يتم التعامل مع الجميع يعني بتعامل أبوي فهذا شيء جميل جدا فأنا نتمنى فعلا أنه تكون هذه الأخبار صحيحة وأن يتم إطلاق صراحهم وإن لم يكن هذه الأخبار صحيحة فنتمنى أيضا أن يتم العفو عنهم وإطلاق صراحهم لأنه حقهم معهم وزيادة وأنا عارف أنه معظم الأخطاء اللي طاحوا فيها الشباب هي نتيجة جهل بالقانون عدم درايا كافية بالقانون وأكيد هذه المحاكمة وجلساتها ودوائر المحاماة هذه والترافع والدفاع والإدعاء علمهم القانون وهيتعلموا كيف يخذوا المحاذير الإعلامية والقانونية بحيث لا يقعوا في أخطاء قانونية مرة أخرى إن شاء الله الآن بيقولوا أنه تم الإفراج عن الجميع عدا علاو برضو إحنا مش متأكدين من هذه المعلومة فهنستنى الساعات القادمة إن تم العفو عنهم فهذا الشيء رائع يرجعوا لبيوتهم وعائلاتهم ويعيدوا في بيوتهم وإن لم يكن الخبر صحيح أو مجرد شائعات أو لازال هناك وقت قبل اتخاذ هذا القرار فنتمنى أن الحكومة تتخذوا وتعفوا عنهم شوية أخطاء كل واحد فهم خطأ أو اعترف به أتمنى أنه ينتهي الموضوع هنوى فيكم بالأخبار إن شاء الله خلال الساعات القادمة من هنا للصباح إن شاء الله إذا عشنا وانكتب لنا عمر هتتضح كل شيء تحياتي لكم